أستاذ اللغة الإنجليزية أنمار عماد مجيد صفحة 12 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة من موجود في حقيبتي بأسفلها مكتوب خمن اقرأ وضع صح على اليس إذا كان تخمينك أنه موجود هذا الشيء في حقيبة يوسف وضع صح على النو إذا كان تخمينك أنه ما موجود هذا الشيء في حقيبة يوسف طبعا هنا يوسف دي يتحدث يقول in my bag في حقيبتي ويعدد فهنا نقرأ الجملة ونخمن نتنبأ أنه إذا كان هذا الشيء موجود في حقيبة يوسف أو ما موجود وكذلك اللي موجود في حقيبة لينا هما نقرأ ذلك الجملة ونتنبأ أنه هذا الشيء موجود لو ما موجود وبعدها بأسفل الصفحة مكتوب listen are you correct استمع هل كانت إجاباتك أو تخميناتك صحيحة إذن رح نقرأ النصوص نقرأ الجمل ونحاول نخمن التلميذ من خلال قراءته للنص يخمن أنه هذا الشيء موجود لو لا يضع صح وبعد قليل نستمع المقطع الصوتي ونعرف أنه إذا كانت إجاباتنا أو تخميناتنا صحيحة لو خطأ أنه هاي الأشياء موجودة بحقيبة يوسف ولينا لو ما موجودة فرح نقرأ أول شيء الأشياء الخاصة بحقيبة يوسف يوسف يقول in my bag في حقيبتي number one there is a rubber and a pencil هناك there is معناها هناك هاي كلمة جدا مهمة بعد قليل رح نعرف شن الفرق بين there is with there are تنينة معناها هناك لكن كل واحدة لها استخداماتها number one أولا there is a rubber هناك مساحة and a pencil وقلم ورصاص فهنانا التلميذي خمن إذا يتوقع أنه من الأشياء موجودة بحقيبة يوسف يخلي صح وإذا يقول لا هاي الأشياء موجودة بحقيبة يوسف يخلي الصح على النوم number two ثانيا there are some books هناك بعض الكتب كذلك يخمن هاي الأشياء موجودة إذا موجودة يضع صح على كلمة yes وإذا ما موجودة يخضع صح على كلمة no ننتبه أنه التخمينات معناتنا الصح حيث نحن نخليه نخليه بالرصاص لأن خاف يطلع إذن خطة أثناء استماعنا المقطع الصوتي نرجع نمسها على موضوع نقدر نصححها number three ثالث there is a bottle of water هناك قنينة ماء bottle of water there is a ruler هناك مصدرة there are some socks هناك بعض الجواريب there is a sandwich هناك سندويش there are some crayons وهناك بعض أقلام التلوين قرأنا لأن النصوص الخاصة بحقيبة يوسف ننتقل إلى النصوص الخاصة بحقيبة لينا كذلك نتنبأ أنه إذا كانت هاي الأشياء موجودة بحقيبة لينا لما موجودة فلينا تقول in my bag في حقيبتي there is a notebook هناك دفتر ملاحظات كذلك التلميذي تنبأ أو يخمن يقول هاي موجودة لما موجودة إذا موجودة يخلي صح هنا على اليس وإذا ما موجودة يخلي صح على النوع يتوقع يعني توقعات هاي موجودة ثانياً بعد ما خمننا أو توقعنا الأشياء اللي موجودة بحقيبة يوسف وحقيبة لينا نجي نستمع للمقطع الصوتي يطلب من عندي لسن استمع are you correct هل إجاباتك أو تخميناتك صحيحة إذن رح نستمع للمقطع الصوتي ونعرف إذا كانت إجاباتنا وتخميناتنا صحيحة لو خاطئة فرح نستمع للمقطع الصوتي ونوضع صح على الأشياء اللي موجودة بحقيبة لينا قد قالك حقيبة يوسف and there's a sandwich for my lunch what's in my school bag what did you guess there's my toy bear his name is Freddy there are some dates for my lunch I love dates there's a t-shirt and there's a note book and there are some pens إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أنه لينا ويوسف تحدثوا عن الأشياء اللي موجودة بحقائبهم فوضعنا صح على الأشياء اللي موجودة بحقائبهم أما الأشياء اللي موجودة اللي ما وضعنا عليها صح نقدر نخلي صح على أنه أنا موضي نكمل إجاباتنا الصحيحة هذا ما يخص هذا النشاط شن اللي نقدر نستخلصه من هذا النشاط أدنى موضوع قواعد جدا مهم اللي هو الفرق بين there is وال there are طبعا there is وال there are 2x معناها هناك لكن كل وحدة له استخدام أحنا نستخدم 2x لنعبر عن وجود شيء أو شخص في مكان معين شون يعني يعني مثلا إذا أريد أعبر عن الأشياء اللي موجودة بحقيبة يوسف أو بحقيبة لينا أو بحقيبة أي شخص أستخدم عما there is أو there are مثلا إذا أريد أقول هناك كتاب أقول there is a book وين هذا الكتاب in يوسف's bag في حقيبة يوسف مثلا إذن عبرت عن وجود شيء في مكان معين أو قد يكون هذا الشيء أو شخص في غرفة أو في صف مثلا إذا أريد أعبر عن عدد الرحلات في صف معين شاقول أقول there are some desks هناك بعض الرحلات in my classroom في صفي وهكذا مع البقية إذن إذا أريد أعبر عن وجود شيء أو شخص في مكان معين أستخدم أما there is أو there are زين شوك تستخدم there is وشوك تستخدم there are أولا there is قلنا معناها هناك وتستخدم للتعبير عن الأشياء المفردة يعني أنا هذا الشيء اللي أريد أعبر عن وجوده في مكان معين إذا كان مفرد أقول there is فمثلا أقول there is Arabic هناك مساحة اللاحظة أن كلمة رابر اللي هي المساحة كلمة مفردة لذلك استخدمت إياها there is كذلك هذا المثال there is a ruler هناك مصطرة المصطرة شيء مفرد استخدمت إياها there is مثلا there is a ruler in my bag هناك مصطرة في حقيبتي عبرت عن وجود الرول اللي هي المصطرة في حقيبتي في مكان معين اللي هي حقيبتي كذلك نأخذ مثال آخر there is a pencil هناك قلم رصاص نلاحظ أن كلمة pencil كلمة مفردة لذلك عبرت عنها باستخدام there is مثلا أقول there is a pencil in my bag هناك قلم رصاص في حقيبتي وكذلك هذا المثال there is a sandwich هناك sandwich ذن كل هن الأسماء اللي باللون الأحمر أسماء مفردة لذلك استخدمت إياها there is اللي معناها هناك there is a ruler هناك مصطرة there is a rubber هناك مساحة كل هن عبرني عن وجود أشياء في مكان معين هس عرفنا شو كنت نستخدم there is مع الأشياء المفردة أما there are وكذلك تعني هناك وتستخدم للتعبير عن الأشياء الجمع ذي شو للمفرد هذا الجمع خلنا أخذ مثال أقول there are some books هناك بعض الكتب نحن نعرف أنه book كتاب books كتب ضفتلها الاس اس جمع صار عدي اسم جمع اللي هي معناها كتب there are there are some books هناك بعض الكتب اللاحظة أن البوكس جمع استخدمته إياها there are فمثلا نقول there are some books in my bag هناك بعض الكتب في حقيبتي عبرت عن وجود شيء اللي هو الكتب الجمع في مكان معين اللي هو الحقيبة مثال آخر there are some socks هناك بعض الجواريب socks كذلك جمع استخدمته إياها there are مثال آخر there are some dates هناك بعض التمر dates تمر جمع استخدمته إياها there are كذلك there are some sweets هناك بعض الحلويات كذلك sweets جمع استخدمته إياها there are هذا ما يخص الفرق بين there is وال there are لأنه جدا مهمة بالامتحان لأنه فرق بين عدسن there is أستخدمه إياها المفرد وال there are أستخدمه إياها الجمع شون تجيني بالامتحان مثلا نقول لي there is أي فرق pencil لو pencils بما أن there is مفرد أخلي اسم المفرد اللي هو pencil وليس ال pencils اللي هي الجمع كذلك there are some فرق book لو books book كتاب books كتب بما أن there are للجمع تستخدم أخلي books اللي هي جمع ومعناها كتب هذا ما يخص موضوع الفرق بين there is وال there are اللي نستخدم هل نعبر عن وجود شخص أو شيء في مكان معين ننتقل للنشاط الآخر are they the same هل هذه الأشياء متشابهة منطيني صورتيا لكل شيء معين نشوف هاي الشيئين متشابهات إذا متشابهات نوضع tick اللي هو صح على yes وإذا ما متشابهات نضع tick اللي هو الصح على no فمثلا number one أولا هاي المصطر تين متشابهات إذا متشابهات أخلي الصح على yes وإذا مختلفات أخلي الصح على no نلاحظ أنه من خلال الصورة أنه ذني المصطر تين ما متشابهات وحدة طويلة وحدة قصيرة لذلك نقول yes no أكيد نخلي الصح على no number two ثانيا من طيني حذاء لونة أحمر كبير وكذلك حذاء لونة برتقالي وصغير هل هذه الأشياء متشابهة كذلك هاي غير متشابهة نخلي صح على no number three ثالثا هنا أنا شخصيتين من طيني شخصية يقول I am 40 عمري 40 وشخصية تقول I am 8 عمري ثمانية هاي شخصيتين متشابهة أكيد لا غير متشابهة شخص مسن كبير في السن وشخص صغير في السن لذلك نخلي الصح على النوع أما نبه four رابعا فصورة شخصيتين شخصية يقول I am 158 سنتيمتر cm مختصر مع السنتيمتر أنا طولي 158 سنتيمتر وشخص يقول I am 145 سنتيمتر أنا طولي 145 سنتيمتر كذلك هاي شخص يديم الشاب هات لا شخص طويل وشخص قصير لذلك يخلي الصح على النوع بأسفلها مكتوب choose two words اختار كلمتين for each picture لكل صورة من ذن الصور فهنا أنا هو منطيني مثال الصورة الأولى picture number one الصورة الأولى حاطلي كلمتين اللي هي long و short لاحظنا أن الصورة الأولى بيها مصطرة طويلة ومصطرة قصيرة لذلك هو خلايلي long طويلة و short قصيرة اختار كلمتين مناسبات للصورة كذلك أنا لاحظ الصورة واشوف شن الكلمتين اللي تناسبهن فمثلا picture number two الصورة الثانية شن الكلمتين اللي تناسبهن من ذن كلمات big كبير نعم كان هناك حذاء كبير وحذاء صغير فأقول big عكس big شنو كان الحذاء الثاني على عكس الحذاء الأول يكون عكس big اللي خدناها بالدرس الأول كلمة small حذاء كبير وحذاء صغير picture number three الصورة الثالثة شخص عمره 40 وشخص عمره ثمانية سنوات شن الكلمات اللي تعبر لي عن ذن الصفتين أكيد قلنا كبير بالعمر شن الكلمة اللي تعبر لي عن الكبير في العمر ما نقول big big كبير بالحجم وليس كبير بالعمر كبير بالعمر هي كلمة old فأقول old this man is old هذا الرجل كبير بالعمر عكسها شنو عكسها young young معناها صغير بالعمر أو صغير السن فهنان old و young أما picture number four الصورة الرابعة شخص طولة 158 سنتيم وشخص طولة 145 سنتيم شن الكلمات اللي تعبر لي عن ذن الصورتين أكيد كلمة tall طويل و short قصير احنا نعرف شن الفرق بين tall والlong ذكرنا بالدرس الأول tall تستخدم للطول بالارتفاع فهنانا الشخص طويل بالارتفاع ارتفاع طويل وأقول tall ما أقول long long تستخدم للتعبير عن الطول بالامتداد مثلا المصطرة الشارع النهر أقول عليهم long طويلة بالامتداد وليس بالارتفاع هذا ما يخص هذا النشاط راجعنا من خلاله المعاكسات اللي هي long عكسها short big عكسها small old عكسها young و tall عكسها short اللي خذناها بالدرس الأول وذكرنا من ذن الصفات ذن المعاكسات جدا مهمات بالامتحان التحريري سواء كان الامتحان الشهري أو امتحان نهاية السنة ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول look and think about the rule انظر وفكر في القانون let's check فلنتفقد اخذنا بالدرس السابق انه إذا نريد نختصر do not نختصرها ب don't الصير don't بهنانا منطيني مجموعة من الكلمات اللي يطلب من عندي ان نختصرها منطيني مثال هو i زاعد am شون اختصرها الصير i am حذفنا الحرف الأول من الكلمة الثانية وخلينا بدالة الفارزة أو الكوما كذلك نفس الشيء مع البقية فهنانا he زاعد is احذف الحرف الأول من الكلمة الثانية اللي هو ال i واخلي بدالة كوما فصير بهذه الصيغة he is لذلك هو يقول لي انظر وفكر في القانون سويه لقانون شون تقدر تختصر ذا من الكلمات مثلا الشيء وال is شون اختصرها الكلمة الثانية الحرف الأول منها اختصرها احذفها واخلي بدالة هاي الكوما فصير she is اذا الكلمة الأولى أنا ما لأعلاقة بيها الكلمة الثانية احذف الحرف الأول منها واخلي بدالة كوما it is كذلك ال it ما لأعلاقة بيها الحرف الأول من الكلمة الثانية أحذفه و أخلي بداله كومه فصير it is not هنا أنا منطيني ثلاث كلمات هاي الحالة شنو الكلمة الأولى ما أختصرها أختصر آخر كلمتين أدي ثلاث كلمات أروح على الكلمة الأخيرة والإت والإز ما لعلاقة بيها أروح على الكلمة الأخيرة أحذف الأو و أخلي بدالها فارزة فصير it isn't he can not كذلك نفس الشيء الأولى ما لعلاقة بيها والثانية ما لعلاقة بيها أروح على الكلمة الثالثة أحذف الأو فصير he can't بعد there is كلمتين أرجع على قانون الكلمتين الكلمة الثانية الحرف الأول منها أحذفه و أخلي بداله كومه فصير there is there is not ثلاث كلمات أروح على الكلمة الثالثة أحذف الأو فصير there isn't what is كلمتين أحذف الحرف الأول من الكلمة الثانية و أضع بدالها كومه فصير what's هذا ما يخص هالإختصارات تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري خصوصا بسؤال الإملاء ينطيني كلمتين مثلا يقول لي I زائد am اختصارتها صارت I am he زائد is شل اختصارها أنا لازم حافظ لن الكلمات وأعرف اختصارهم أنا مود أقدر أجاوب هج نوع من رسلة خاف تجيني بالامتحان إذن هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري ننتقل للنشاط الثاني مكتوب let's play فلنلعب can you guess هل يمكنك أن تخمن نعنى محادثة بين طلاب اثنين كل طالب يسأل عن الموجود في حقيبة الطالب الآخر فمثلا الطالب الأول يسأل يقول له is there a ruler in your bag هل هناك مصطرة في حقيبتك فالطالب الآخر يجعب يقول له yes there is or no there isn't حسب الموجود بحقيبته كذلك يصيل له مرة ثانية is there a مثلا a book هل هناك كتاب in your bag في حقيبتك كذلك الطالب الآخر يجعب yes there is or no there isn't مرات يسأل عن شيء جمع فيقول له are there any مثلا sweets in your bag هل هناك أي حلويات في حقيبتك طالب الآخر كذلك يجعب أما يقول له yes there are أو no there aren't ننتبه الأمر واحد فقط هو أنه إذا أرد أسأل باستخدام there is والthere are فقط is والآر صير بداية الجملة قبل شوي نقول there is معناها هنالك إذا أرد أحول هل سؤال إذا أرد أسأل أقول is there هل هنالك أو are there هل هنالك فهنا نفس الطريقة الـ is مع المفرد والـ are مع الجمع فقط صير بداية الجملة صير سؤال فهنا يسأله are there any sweets in your bag هل هنالك أي حلويات في حقيبتك الجوء بيكون أما yes there are أو no there aren't وإذا كان عن مفرد يقول له yes there is أو no there isn't فقط سؤال وجواب عن الأشياء الموجودة بحقيبة التلميذ إلى آخر أبارة عن محادثة بين تلميذ اثنين ننتقل للنشاط الآخر write two words اكتب كلمتان under each picture تحت كل صورة هنالك ننظر إلى الصورة ونشوف شن الكلمتين المناسبات لهذه الصورة فهنالك مثلا الصورة الأولى سمكة كبيرة وسمكة صغيرة شن الكلمات المناسبة اللي أقدر أخليها تحت هذه الصور long طويل غير مناسبة young صغير بالعمر غير مناسبة أنا أريد صغير بالحجم وكبير بالحجم big كبير بالحجم نعم هذا الصف المناسبة فأكتب big وبعد أكسب big اللي هي السمكة الصغيرة أقول small big and small كذلك دير عجل الصفات ومعاكساتها الصورة الثانية فكذلك واحد طويل واحد قصير طويل بالارتفاع فاش أقول أقول long عرفنا أن long طويل بالامتداد وليس بالارتفاع إذن ما تفيدني young صغير بالعمر غير مناسبة big استخدمناها short من الممكن نستخدم short وعكسها شنو tall وأقول tall و short طويل و قصير أما الصورة الثالثة صورة هاي الشخصيتين شخصية شعرها طويل وشخصية شعرها قصير بس هنا أنا ما استخدم tall و short ليش لأن الشعر طويل بالامتداد فاش أقول أقول long long hair و short hair إذن من طيل اثنين short اثنين استخدمتن واحدة مع هاي الصورة واحدة مع هاي الصورة أما الصورة الأخيرة صورة امرأة مسنة كبيرة بالعمر وصورة شعب فاش أقول أقول young و old old كبير بالسن و young صغير بالسن أو شعب هذا ما يخلص هذا النشاط تدربني أكثر على استخدام الصفات ومعاكساتها ننتقل للنشاط الآخر think of a word too much فكر في كلمة تطابق هذه الصفات منطين مجموعة من الصفات نفس الصفات اللي استخدمناها يقول لي انطيني كلمة اتناسب هاي الصفات منطيني مثال هو a big house house بيت منطيني الصفة big خلالها كلمة house house اللي هي بيت يناسبها الصفة كبير big house بيت كبير يريد مثلا big كبير اطيني فات كلمة مناسبة كذلك لكلمة big اللي معناها كبير فمثلا ادنا هاي كلمات من الممكن يتناسب هذه الكلمة او هذه الصفة مثلا garden a big garden حديقة كبيرة منطيني صفة small صغير اريد كذلك كلمة تناسب هذه الصفة مثلا car a small car سيارة صغيرة a long طويل قلنا طويل بالامتدال مثلا نقول river نهر او road شارع لاني كنهم طويلات بالامتدال فاقول مثلا road a long road طريق طويل او شارع طويل a short قصير كذلك اريد كلمة قصيرة بالامتدال مثلا pencil قلم قصير an old كبير بالعمر اريد كلمة تناسب هذه الصفة مثلا man an old man رجل مسن او رجل كبير بالسن young young صغير بالسن مثلا نقول young girl فتاة صغيرة بالسن او صغيرة بالعمر a tall طويل طويل بالارتفاع شلو الكلمة اللي ممكن تناسب هذه الصفة مثلا نقول a tall tree شجرة طويلة طويلة بالارتفاع و a short قصير مثلا نقول short woman امرأة قصيرة هذا هذا ما يخص ذن النشاطين نلاحظ ان بهذا الدرس ركز اكثر شي على استخدام الصفات ومعاكساتها ثلاثة انشطة خصصهم لمراجعة الصفات ومعاكساتها طبعا هذا النشاط جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن نجيب لي ذن الصور ويطلب من عندي اني اخلي الصفات المتعلقة بهذا الصور لذلك لازم احفظ الصور وصفاتها لان من الممكن نتجيني بالامتحان هذا كان درسنا لهذا اليوم راجعنا به الصفات ومعاكساتها خذنا الفرق بين there is والذيرار وعرفنا ان there is تستخدم مع المفرد والذيرار تستخدم مع الجمع واذا نريد نسأل باستخدام there is والذيرار فقط ال is وال are تصير بداية الجملة فمثلا نقول is there a book in your bag هل هناك كتاب في حقيبتك صارت any sweets in your bag هل هناك اي حلويات في حقيبتك كذلك هذه على شكل سؤال قدرنا نسأل باستخدام there is والذيرار اللي نستخدمه للتعبير عن وجود شخص